أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم وبعد فلا زال كلامنا موصولاً في تفسير سورة فُصِّلت ضمن الدورة العلمية الأترُجة وكنا وقفنا عند قول الله عز وجل وهو يُخبر عن شهادة أعضاء الكفار عليهم يوم القيامة حيث قال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تُرجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثولهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لما شهدت عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم وانطقها الله قالوا لما شهدتم علينا فردت عليهم جلودهم في هذه المحاورة العجيبة التي تقع بين الإنسان وبين أعضائه بين الإنسان وبين سمعه بين الإنسان وبصره بين الإنسان وجلده أقرب شيئاً إليك أعضائك أبعاضك هي التي تشهد عليك تقول لهم ما كنتم تستترون أي لا وما كنتم تخفون عن الله وتستترون عنه حتى لو لم نشهد عليكم لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء ولكن الذي منعكم من ذلك هو أنكم كنتم تظنون بل ظنكم السيء بربكم هو الذي منعكم من ذلك حيث ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من عملكم فهو الذي أسلمكم إلى هذه الحال وقادكم إلى ما أنتم عليه وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هذا الظن السيء هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا جنته عز وجل ورضوانه ودخلوا ودخلوا النار فأصبحتم من الخاسرين جاء التعقيب قال عز وجل فإن يصبروا فالنار مثولهم إن يصبروا على هذا العذاب فالنار هي مقامهم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها وإن يستغيثوا يعني إذا لم يحصل منهم الصبر يعني الإنسان إما أن يصبر أو لا يصبر فيطلب الغوث إن يصبر هذا مقامه ولن يخرج منه طيب وإن لم يصبر فسيستغيث وإن يستغيثوا وإن يستعتبوا يعني يطلبوا المعاتبة والاعتذار يعني استعتبت فلانا يعني طلبت عذره فيعذرني عن فعلي وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين إني ليسوا من المعذورين وإذا لا مصير لهم ولا ملجأ والعياذ بالله ثم قال عز وجل وقيضنا لهم يعني لهؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين المعاندين قيضنا لهم شياطين قيضنا لهم قرناء يعني أصحابا من الإنس ومن الجن قرناء فزيّنوا لهم أعمالهم زيّنوا لهم هذه القبائح التي عملوها وجعلوها حسنة وهذا من أعظم الخذلان للعبد أن يخذي له الله عز وجل فيرى سيئاته حسنة وتزيّن له أعماله هذا من أعظم الخذلان والعياذ بالله لأن المؤمن قد يقع في المعصي وكلنا كذلك لكن لا يزال يرى يرى نفسه يعني تعاتب وتلومه على ذلك لا يزال يرى في نفسه يعني حسرة المعصية لكن المنافقة والكافر تزيّن له معصيته فيراها حسنة وعندئذ لا يوفق إلى التوبة ولا إلى الرجوع قال عز وجل فزيّن لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزيّن لهم قبائح أعمالهم في الدنيا وركن إلى لذاتها وشهواتها وزيّن لهم ما خلفهم في الآخرة يعني جمعوا بين الإساءة العمل في الدنيا والأمن في الآخرة فزيّن لهم أعمالهم في الدنيا وزيّن لهم عاقبتهم والتي ستكون في الآخرة كقول عز وجل وَلَا إِنْ رُّجُعْتِ لَرَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَ فهو يسيء في الدنيا وإذا رجع يطمع إذا رجع إلى الله يطمع أيضا في ثواب الله وفضله هذا التزيين أنساهم أنساهم الآخرة أنساهم الاستعداد الاستعداد لها فزيّن لهم ما بين أيديهم وما خلفهم لما نسوا حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وهو قول الله عز وجل الذي كتبه وقضاه على أهل النار وما قدره عز وجل وقضاه قبل خلق السماوات قبل خلق السماوات فقضائه عز وجل حق عليهم وتحقق وظهر وقضاءه عز وجل هو قوله إنهم كانوا خاسرين يعني هالكين ومصيرهم 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 النار بعد أن ذكر الله عز وجل هذا من بداية السورة إلى هذا الموضع هذه الموضوعات المتعلقة بموقف المشركين من القرآن حيث قال عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر هنا تعود الآيات إلى ذات الموضوع تعود الآيات الكريمة إلى ذات الموضوع مرة أخرى فتذكر جانبا من موقف المشركين من القرآن الكريم وما الذي يفعلونه في مواجهة هذا القرآن وما تضمنه يقول عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا يعني قال بعضهم لبعض يوصي بعضهم بعض قطعتهم الحجة القرآن غاية في الفصاحة غاية في البيان تضمن الهدى والرشاد لا مدخل ولا مطعن فيه ولا مجال إلى الإنكاره وتكريبه فماذا تواصوا عليه قالوا نتواصى فيما بيننا فيما بيننا أن لا نسمع لهذا القرآن لا تسمع لهذا القرآن يعني لا تنصت له لو قرأ عندكم النبي صلى الله سأل ماذا تفعلوا إلغوا فيه يعني أرفعوا أصواتكم باللغو والكلام الذي يلهيكم عن سماع القرآن أليس هذا هو الغاية في العجز العجز المفضع أنهم لم يستطيعوا أن يواجه القرآن ولا أن يعارضوه ولا أن يردوا ما فيه من الحق فاستبدلوا ذلك بمحاولة صرف أنفسهم عن سماعه فلا يسمعونه ولو وقع لهم اتفاقا سماعه فإنهم يلغون يعني يرفعون أصواتهم باللغو من الكلام اللغو الذي الكلام الذي لا فائدة فيه لماذا؟ حتى ما يعلق في قلوبهم شيء من القرآن ولذلك صناديد قريش وكبراءهم كأبي جهل والوليد كانوا في الليل يذهبون خلصة يستمعون لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل لسان ويعرفون مدى فصاحة هذا القرآن ومدى بيانه ومدى ما فيه من الهدى فيأخذ عليهم ألبابهم وقلوبهم لكنهم لعنادهم وتكبرهم لا يتبعونه مع أنه يعلمون أنه الحق ولا يستطيعون سماعه عند الناس فماذا يفعلون يلجأون في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويحييه ويحيي الليلة قرآنا فيأتون عند جدار بيته عليه الصلاة والسلام يستمعون لتلاوته ويظنون أن الليل يسترهم عن الناس فيقع بعضهم على بعض فكأن كل منهم يعيب على الآخر أن يأتي يستمع يقول كيف تكذبون وكيف نكذبه بالنهار ونأتي نستمع إليه بالليل فيتعاهدون على أن لا يأتوا فإذا رجعوا لم يملكوا إلا أن يعودوا مرة أخرى كل منهم يظن أن الآخر لن يأتي فيستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقع منهم كل منهم يلتقي بالآخر اتفاقا فيتعاتبون ثم يتعاهدون ويتكرر منهم الأمر مرة ثالثة حتى قالوا والله لأن بقيتم على ذلك وسمع بكم سفهاءكم لا يتبعون محمد فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتوا إذن كان لهذا القرآن سلطان عظيم عليهم حتى أفلسوا فما استطاعوا إلا مثل الأطفال يصارخون ويرفعون أصواتهم إذا سمعوا القرآن يبدأون بالرفع الأصوات والكلام الذي لا معنى له اللي هو اللغو الكلام وقصدهم بذلك أن لا يقع شيء من القرآن في القلوب حتى كانوا يوصون أي شخص يأتي إلى مكة يقول إن رجلاً منا هكذا صفته هكذا صفته وأن كلامه مثل السحر فاحذر أن تسمع منه حتى السمع لأنهم يعرفون لو سمع سيقبل وينقال إذن كان تأثير القرآن الكريم تأثيراً عظيماً عليهم لدرجة أن يبلغ بهم الأمر إلى أن يصلوا إلى هذا المستوى فيقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه طيب ومع ذلك ماذا يقولون هل هذه الحيلة ستنفع قالوا لعلكم تغلبون ما هو الغلبة التي يطمعون فيها أن لا يتأثر بهذا القرآن فهذا العجز المفضع الذي بلغه أولئك القوم قال الله عز وجل جوابًا عليهم فلنذيقن الذين كفروا عذابًا شديدًا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخل جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء هذا الإعراض هذا التعنت فلا نذيقن الذين كفروا عذابًا شديدًا التعبير بلفظ الإذاقة ما قال فلا ندخلنهم أو لنعذبنهم قال فلا نذيقن فيه لأن تعلمون أن الذائقة هي أشد ما في اللسان حساسية يعني الأعصاب الموجودة في ذائقة اللسان على طرف لسانه من أشد الأعصاب حساسية وسريعة التأثر جداً فإما أن يكون المراد هذا المعنى أن يذوقه أو المراد التعبير من باب الاستعارة والكناية فتشبيه العذاب الذي ينالهم بالذي يذوقه يتذوقونه ليكون أشد في إيلامهم وأعظم في إيجاعهم بسبب تكذيبهم وكفرهم ولذلك قال فلا نذيقن الذين كفروا عذابًا شديدًا لفظ العذاب جاء نكرة ليدل على التهويل والتعظيم عذابًا شديدة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون النكرة في القرآن الكريم لفظ النكرة يأتي ويراد به التفخيل وقد يأتي ويراد به التقليل والتحقيل وقد يأتي ويراد به التهويل ضابط التفريق بين هذه المعاني الثلاثة بحسب السياق الذي تريد به إذا وردت في مساق الذن فإنها تفيد التقليل إذا وردت في مساق الثناء فإنها تريد التعظيم إذا وردت في مساق التخويل فإنها يراد بها التهويل مثل قوله عذابًا هذا نكرة لفظ عذاب نكرة ما قال العذاب وإنما قال عذابًا هذا نكرة فيفيد تهويل هذا العذاب عذابًا شديدة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون يعني لنجازينهم بأسوأ أعمالهم كما أن أهل الجنة يجازون بأفضل أعمالهم فإن أهل النار والعياذ بالله يجازون بأسوأ أعمالهم ثم قال الله تعالى وقال الذين كفروا بعد أن ذكر عاقبتهم في النار أيضا تنتقل الآية إلى عرض شيء مما يحصل لهم في النار والسورة تلحظون أن تتنقل تنقلا آخذا بعضه بحجز بعض مراحل متتالية متسلسلة متعاقبة قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفرين بعد أن دخلوا النار ونالوا حرها وصلوا من فيحها قال وقلوبهم ملأ على من أضلهم من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من خلقك نجعلهما تحت أقدامنا ليكون في الدرك الأسفل من النار في أسفل النار وما يغني ذلك وهب أنهم جعلوهم تحت أقدامنا وهب أنهم قطعوهم ما يغني عنهم شيء لكن هو الألم الذي في أنفسهم من هذا المصير الذي انتهوا إليه بسبب إضلالها أولا إليهم حداهم إلى أن يقولوا ذلك وبعد أن ذكر الله عز وجل مصير أهل النار والعذاب الذي ينزل بهم وشيئا من أحوالهم ينتقل إلى الجهة الأخرى المقابلة إلى أهل الإيمان إلى أهل إلى أهل الاستقامة فيقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم قالوا العز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاء لفظ الاستقامة مطلقة ليبين أن ليدل على نوع من الاستقامة المطلق في كل أحوالهم استقاموا في أفعالهم أو قبل ذلك استقاموا في عقائدهم استقاموا في أقوالهم استقاموا في أفعالهم وداموا على ذلك فجاء لفظ الاستقامة مطلقا ليشمل كل صور كل صور الاستقامة وورد عن السلف تفاسير في معنى الاستقامة لكن منها مثل قول منها ما جاء عن عن عمر رضي الله عنه قال استقاموا فلم يروغوا روغان الثعارب ومعنى ذلك بعض الناس على طريق الحق يعلم أن هذا طريق الحق لكن تجده مرة مستقيم عليه ثم يروغ مرة أخرى يمنة أو يسر ثم يرجع إليه هذه ليست هي الاستقامة التي أمر الله بها استقامة الاستمساك بالحق الذي ينتع عليه والالتزام عليه والثبات عليه والصبر عليه حتى تلقى الله عز وجل هذه الاستقامة التامة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يطلب وصيته قال له قل آمنت بالله ثم استقم يعني استقم على هذا الإيمان التزم به وحافظ عليه قال الله عز وجل هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا ما فضلهم ما منزلتهم ما مكانتهم قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا يعني تتنزل عليهم قائلة لهم لا تخافوا ولا تحسنوا تنزل الملائكة ورد عن السلف تفاسير متعددة في التنزل قالوا أن التنزل يكون في الدنيا ومنهم من قال عند الموت ومنهم من قال في القبر ومنهم من قال في الصراط ومنهم من قال في المحشر فذكروا أنواع من التنزلات والذي يظهر أن الملائكة تتنزل تتنزل في كل هذه الصور تتنزل عليهم ولكن يختلف في كل حال يختلف هذا التنزل بحسب بحسب الحال التي وقع أو بحسب الموضع الذي وقع فيه التنزل وأعظم ما يكون التنزل عند قبض الروح لأن الإنسان إذا قبضت روحه أو عند وقت قبض الروحه فقد قامت قيامته وعلم مقعده من الجنة أو النار وهذا الموضع أشد المواضع الذي يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت ولذلك كثر عن السلف ذكر الفاظ يعني أنصحكم بمراجعته لو لا ضيق الوقت لذكرت بعضا من الآثار الواردة عن السلف في هذا الموضع في معنى التنزل وما يذكرون من ذلك هذا الموضع وهو وقت قبض الروح من أشد المواضع وفيها يفتن الإنسان ويلقي فيها الشيطان آخر آخر حباله يلقي فيها ولذلك كان السلف يعظمون هذا الموضع وهذا الموقف ويسألون الله التثبيت نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين حتى نلقاه ولهذا كثير من السلف يحمل التنزل على هذا الموضع لأنه من أشد المواضع التي يحتاج فيها الإنسان المؤمن إلى التنزل تثبيت القلب قال تتنزل عليهم الملائكة قائلين لهم لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا يعني لا تخافوا مما مر بكم لا تخافوا مما تستقبلون ولا تحزنوا على ما مر لا تخافوا مما تستقبلون من الآخرة ولا تحزنون لما تدعونه من الدنيا الإنسان يدعو الدنيا يدعو ماله ويدعو أولاده ويدعو زوجه وأهله فيحزن على هذا فيقال لهم أنتم في مكان ومنزل لا تخافون مما تستقبلون ولا تحزنون على ما فات ومع عدم الخوف وعدم الحزن أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أصل البشر والبشارة الخبر الذي يثير البشرة الخبر الذي يثير البشرة يسمى بشارة ومن أجل ذلك يطلق البشارة على الأخبار السارة فتسمى بشارة وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معنى التهكم إذا استعمل في البشارة بالشر يكون معناه على سبيل التهكم قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الولي هو النصير المعين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أولياؤكم في الدنيا يعني ناصركم ومعينوكم وحافظوكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها يعني في الآخرة مرجع الضمير على أقرب مذكور ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون والتعبير هنا بالاجتهاء الإنسان يشتهي شيء مهم من حاجة أليس كذلك مرة تكون محتاجة إلى طعام تأكل أنك جائع فهذا لا يسمى اجتهاء للطعام وإنما حاجة لكن أنت قد شبعت من الطعام ونست بحاجة إلى طعام ولا تجد في نفسك رغبة هذا لكنك تشتهي شيئا معين تشتهي مثلا شيئا حلوا أو حامضا أو فاكهة معينة هذه حالة من حالات الترف والنعيم أليس كذلك أنها قدر زائد عن الحاجة وهذا التعبير مقصود في الآية أنه يلبى لك في الجنة الأشياء الترف الأشياء التي فيها غاية في النعيم ما تشتهي نفسك أي شيء يأتي في خاطرك ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبونه وتدعونه فكل ما يتمناه المؤمن في الجنة يجده بل حتى يعني كما جاء في بعض الآثار أن الخاطر إذا خطر في بارك شيء يأتيك قبل أن تكلم به وقبل أن تدعو تدعيه وتطلبه ثم بعد أن ذكر صفة أهل الجنة وأهل النار وموقف هؤلاء انتقل إلى إلى موضوع لصيق بمعنى السورة الكريمة قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيء ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قوله ومن أحسن قولا بمعنى لا أحد أحسن قولا ومن أحسن قولا يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله يعني إلى توحيده وعبادته وتوحيد القصد إليه ومع الدعوة هذا القول انظر قال بعد ذلك وعمل صالحا فجمع بين القول وبين عمل الصالحا وقال إنني من المسلمين يعني في جملة المسلمين أسير سيرهم وألتزم منهجهم وطريقتهم هذه الآية أول من يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الداعين إلى الله وأكرم الذين عملوا الصالحات ثم يليه العلماء ولذلك يقول العلماء إن هذه الآية في فضل العلماء الداعين إلى العلم المرشدين له أن هؤلاء هم أحسن الناس يقول وهذا بشهادة الله عز وجل أن من يدعو إلى العلم أن العالم إذا دعا إلى العلم أنه أحسن قولا وأن لا أحد أحسن منه قولوا وهذه منزلة ومنقبة عظيمة لأهل العلم نسأل الله سلك بنا سبيلهم وأن يأخذ بنا طريقهم ثم قال عز وجل بعد ذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إني لا تستوي الحسنة مطلق الحسنة سواء كان حسنة قول أو حسنة فعل أو الحسنة الصادرة من المؤمن ولا السيئة ولا الفعل السيئ أو القول السيئة لا تستوي وهذا المفهوم الحقيقة يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا أنه لا يمكن أن تستوي الحسنة والسيئة لا يمكن أبدا في عرف الناس في ضمائرهم أن يستوي الفعل السيئ والحسن أو القول السيئ والحسن وأنا أقول هذا لأن نستفيد منه في تعاملاتنا يعني مهما أسألك الإنسان فإنك لا تقابل السيئة بمثلها لأنه لا يتستوي الحسنة ولا السيئة ولا تظن أن دفعك بالحسنة أن هذا ضعف فيك بل أنت تستصحب معنى أن الحسنة لا تستوي هي والسيئة لا تستوي عند الله ولا تستوي عند خلقه ولهذا لأن الحسنة والسيئة لا تستوي يقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن لأن المؤمن حريص على الحسن وعلى فعل الحسن وعلى قول الحسن بخلاف الكافر والمنافق والفاجر ولأجل هذا يدفع السيئة التي تأتيه بالحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيل ادفع بالتي هي أحسن أي فعل أي قول هو أحسن ادفع به مطلق الآية تقول لك ما دام أن هذا الفعل أو القول الحسن فادفع به ومتى ما استطعت تخفيف هذه السيئة بأي نوع من أنواع الحسنة فلا تتردد ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن هذا الدفع بالتي هي أحسن يوصلك إلى درجة عالية جدا إذا لازمها الإنسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا وإن وقع خلاف بين المفسرين في المراد به لكن منهم من قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم أنت تدفع بالتي هي أحسن حتى تنزل هذا العدو منزلة الصديق الحميم وإذا كان صديقا حميما ستدفع بالتي هي أحسن قطعا وهذا معنى وهو صحيح وتحتمل الآية أيضا أن دفعك بالتي هي أحسن ومعاملتك له بالأحسن تورث فيه يعني زوال هذا السيء الذي فيه وتورث في النهاية محبته حتى يكون صديقا حميما لك الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك ولكن الحقيقة هذه خاصة عظيمة هذه المنزلة عظيمة كل مننا فيه نفس تغضب إذا اعتدي عليه وإذا أسيره خاصة إذا كان مظلوما ولهذا تحتاج إلى كثير من الصبر تحتاج إلى استحضار فضل الله تحتاج إلى استحضار ثواب الله حتى ينكف الإنسان ولهذا قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه المنزلة ما يستطع يبلغها الإنسان إلا بالصبر ولا بد أيضا أن يكون ذو حظ عظيم يعني توفيق من الله فوفقه إلى أن يصبر هذا الصبر وإلى أن ينزل هذه المنزلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة يعني أنه يغلب الناس لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو القوي حقيقة لأنه استطاع أن يتحكم في قوته في شهوة الغضب التي تفقد الإنسان عقله ورشده وتجره إلى المهاوي ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فاستوصاه قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب يعيده ثلاث مرات لأن الغضب سبب كل شر فيفقد الإنسان عقله ورشده فترى الإنسان العقل الرشيد تصرف تصرف المجنون لكن الوصول إلى هذه المنزلة تحتاج إلى صبر وإلى توفيق من الله إلا ذو حظ وما يلقاها إلا ذو حظ حظ عظيم ثم قال عز وجل بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان النزل لأن الشيطان يوسوس لك فإذا ظلمت ويعتدي عليك يأتيك من كل الأبواب من باب الحمية من باب العزة النفس من باب المؤمن لأن بغي للمؤمن أن لا يذل نفسه وتستحضر النصوص التي الدال على على معنى الانتقام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهكذا وجزاء سيئة سيئة مثل فتستحضر فيبدأ هو هذا إبليس الرجيم ويذكرك حتى بالآيات في القرآن الكريم التي تحملك على الغضب وهذا النزغ ينزغك حتى لا تدفع بالتي هي أحسن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستطيع أن تنفك عنه لأنه مسلط عليك قد سلطه الله عز وجل عليك لكن تستطيع بطريقة واحدة فقط أن تدفع شره وعنك أن تستعيد بسيده ومالكه وخالقه فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه أعظم مصية في دفع الشيطان أن يستعيد للإنسان من الشيطان فإذا دخلت بيتك فسمي الله واستعيد من الشيطان وإذا خرجت وإذا أردت أن تفعل تقضي حوائجك وتسعى في أمورك فاستحضر هذا المعنى معنى الاستعادة من الشيطان الرجيم وخاصة عند الغضب خاصة إذا نزل بك الغضب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هو السميع لقولك والعليم بحالك فسميع لدعائك وعليم بحالك فإذا كان يسمع دعائك ويعلم حالك فقد يكفيك فقد كفاك ما أهمك لأنه سميع يسمع دعائك وعليم يعلم بحالك بعد هذا الحديث عن أحوال الأهل النار وأحوال أهل الجنة والاستطراد إلى نزغ الشيطان للإنسان تعود الآيات إلى موضوع الألوهية والموضوع الذي ابتدأت به وهو عن القرآن الكريم فيقول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار يعني من علاماته الدالة عليه الآيات هي الظاهرة البينة التي تدل عليه عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر وهذا التقابل بين الليل والنهار وبين الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فذكر الله عز وجل أن الليلة والنهار والشمس والقمر أنه من آيات الله عز وجل وأنه خلق من خلقه لا ينبغي أن تصرف العبادة لها ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر بل الواجب أن يسجد لخالق الشمس والقمر فإذا عظمتم الشمس على أنها مخلوقة فمن بابي أولى أن تعظموا خالقه وأن تسجدوا له إن كنتم إياه تعبدون يعني تعبدونها وحده دون دون سوى فإن استكبروا يعني أنفوا عن السجود لله عز وجل وترفعوا عن ذلك فالله غني عنه غني عن خلقه ولهذا قال فالذين عند ربك من الملائكة الكرام يقول فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار التسبيح يعني التنزيه ينزهون الله في الليل والنهار وهم لا يسأمون وفي الآية الأخرى لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إذن يسبحون الليل والنهار لا يصيبهم الفتر يعني ما يتعبون والكسل ولا يسأمون لا يملون فهو عز وجل غني عننا وعن تسبيحنا وعبادتنا بل هذه نفعها لنا وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد ومع ذلك فله الملائكة التي تسبح له الليل والنهار لا تسأم ولا تفتر فهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر